بعد تجميع المعلومات من مصادر أمنية متعددة ناقشنا أسباب الأحداث وتسلسل وقوع وعدد الضحايا والمصابين والإجراءات التي اتخذتها السلطات لمعالجة هذه الأوضاع النقاش المطول توصل إلى أنه بالتأكيد هناك دائما أسباب موضوعية للنزاعات أحيانا نزاعات على الموارد أو السلطة والنفوس أو غيره وأحيانا كثير جدا بيكون في قصور من اللجانة الأمنية في الولايات وبطئ في تدخل السلطات ده بساعد على تفاقم الأوضاع ولاحظ المجلس أنه لو كانت السلطات المحلية الولايية واللجانة الأمنية تدخلت بسرعة كافية كان يمكن قللت من عرض الضحايا الذين راحوا ضحية لهذه الأحداث ترحم عليهم ونسأل الله أن يتقبلهم أيضا من الملاحظات أنه كثير جدا من هذه الأحداث بتبدأ أحيانا بأسباب صغيرة جدا تكاد لا تسكر لكن لأنه هناك شحن أحيانا نفوس مشحونة أحيانا بيكون فيه تحشيد إثني وعصبي وقبلي بيؤدي إلى انفجار الوضاع لدرجة كبيرة جدا ولا يخلو الأمر أيضا طبعا من الاستغلال السياسي يكون فيه جهات سياسية بتستغل الأحداث لتصعيده المجلس أيضا لاحظ أنه فيه فجوة ما بين الجهاز التنفيذي والأجهزة الأمنية أحيانا فيه بطء في وصول المعلومات وأحيانا حتى يعني ما بتصل في وقت معقول بحيث أنه يتم اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجته وقرر أنه يرفع هذه الملاحظات للاجتماع المشترك مع المجلس السيادي في إطار موضوع إصلاح الأجهزة الأمنية حتى يكون الجهاز التنفيذي على الطلاع ويكون عنده قدرة على اتخاذ القرار السريع لمعالجة هذه الأوضاع ومن بين أيضا موضوع تعيين ولاة الولايات والإسراع فيها بشكل كبير بعد التفاهم مع الحرية والتغيير والأطراف الأخرى ذات الاختصاص المجلس أيضا استمع إلى تغرير مطول جدا عن الوضع الصحي في البلاد سواء كان جائحة كورونا أو غير أقدمه الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة ومعظم الاجتماع يمكن ناقش الموضوع عن الوضع الصحي جائحة كورونا الخطوات التي اتخذت لتصدي لها استمعنا طبعا إلى تغرير عن الإصابات التي بلغت 1661 إصابة هذا عدد كما كنا كبير وصل مرحلة الانتشار المجتمعي محتاج إجراءات وسياسات وزير الصحة أطلع المجلس على محاور السياسات الصحية المطبقة والتي ستطبق إلى الأيام القادمة ووعد بأن في الاجتماع القادم سيأتي المجلس الاستشاري لوزير الصحة بدون خبراء كبار يقدموا ملخص لمجملة السياسات الصحية التوصلوا لها على محاور أربعة جزء منا يتعلق بمواجهة جائحة كورونا الاستعدادات التي تمت في الولايات مراكز العزل والطواري بروتوكولات العلاج ثم المساعدات الطبية الوصلت والحمد لله فيما يتعلق بالألبس الطبية وصلت مجموعات كبيرة وحالتصل الآن مجموعة ضخمة جدا من الجالية السودانية وغطر بالإضافة طبعا إلى التركيز على مسألة إعادة فتح المراكز والمستشفيات لغير مرض الكورونا لأنه كان في معانا خلال الفترة الفاتت وزير الصحة أطلع المجلس على الخطوات التي اتخذت وبتمي جراك أطلع المجلس أيضا على الوضع في ولاية الخرطون باعتبار الولاية الأكبر تأثرا والتي فيها أعداد كبيرة من المصابين وبتحتاج إلى عناية خاصة وإلى مساعدات كبيرة من المركز فيما يتعلق بهذا الأمر كما ذكرت المجلس ناغش تفاصيل كثيرة جدا وقدم توجيهات لوزير الصحة وحي يتابع ذلك في الاجتماع الغادي واصلا بهذا الأمر اليوم نشر خبر حول توصية من اجتماع مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء وهو الحرية والتغيير بإغالة وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم الحقيقة الدكتور أكرم علي التوم كان في اجتماع مجلس الوزراء ثم بعد ذلك دخل في اجتماع مطول مع رئيس الوزراء بعد اجتماع مجلس الوزراء يمكن إلى الساعة الرابعة كان موجودا بمجلس الوزراء ما نحب أن نقوله على لسان مجلس الوزراء وعلى لسان السيد رئيس مجلس الوزراء الشخصيا أنه ليس هناك أي اتفاق أو توصية أو إقرار من أي جهة بإقالة السيد وزير الصحة الدكتور أكرم علي التون طبعاً ضغرار بيتخذ أصلاً رئيس الوزراء مع مجلس الوزراء صحيح أنه نحن في إطار التفاهم والعمل المشترك بين الأكساء ومختلف المكونة للحكم نستمع إلى ملاحظات على أداء بعضنا البعض ليس في هذا شيء طالما يحكمنا الهدف الواحد الأسماء وهو خدمة القضاء الوطنية بنستمع إلى الملاحظات فالإطار ده كان عقد اجتماع في ممثلين لمجلس الوزراء والمجلس السياد والحرية والتغيير لمناغشة غضايا المصفوفة في آخر الاجتماع أثار بعض الأعضاء ملاحظات على أداء وزير الصحة وفعلاً في بعض الأعضاء في الاجتماع طالبه بإقارة وزير الصحة وكان الرد أن هذا الاجتماع ليس هو المكان المخصص لكن تم الاستماع إلى ملاحظاته باعتبار أنه لا ضايرة من الاستماع إلى الملاحظات ونقلها وأخذ علماً بالمطالبات باعت الأعضاء ولكن لم يتم صدور توصية أو غرار أو غيره لذلك نحن نحب أن نقول أن هذا الخبر غير صحيح والحمد لله أنه تم سحب الخبر من المواقع التي نشر فيها ونؤكد أنه وزير الصحة ليس فوق النقد ولا فوق المسائلة لا وزير الصحة ولا كل مجلس الوزراء من الرئيس الوزراء إلى كل الوزراء هؤلاء وزراء أتت بهم الثورة أتت بهم الشعب السوداني وهم طوع محاسبة الشعب السوداني والأجهزة المختلفة الشريكة في الحكم في أي لحظة لسنا كبيرين على ذلك ولكن في نفس الوقت نحن النقد والمحاسبة بنتابعة بشكل يومي حتى داخل اجتماعات مجلس الوزراء في الإطار هذا برضو في بعض الأجسام الطبية كانت طلبت عندها ملاحظات على أداء السيد وزير الصحة للسيد رئيس الوزراء فالسيد رئيس الوزراء دعاهم إلى اجتماع بعين السيد وزير الصحة ولكن فضل أنه ما يكون وزير الصحة موجود سيد رئيس الوزراء استمع إلى ملاحظاته ونقل هذه الملاحظات في اجتماع تالي للسيد وزير الصحة تناغش فيها وكان نقاش مفتوح جدا وفيه كثير جدا من الملاحظات السيد وزير الصحة أصلا في الاجتماعات المختلفة وحتى في التقارير اللي بيقدمه هنا قاعد يقدم النقد لأداء الوزارة ويقول أوجه الغصور هنا وهناك وكذا باعتبار أنه ليس هناك شخص مكمل فوق النقد أو حتى فوق الأخطأ لكن مجلس الوزراء أيضا يؤكد ثقته في وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم ويقدر المجهودات الكبيرة القاعد يبزل الكادر الصحي والطبي من أصغر عامل في الأجهزة الطبية في المستشفيات في المراكز الصحية في وزارة الصحة وصولا إلى كل الكوادر الصحية والطبية والمدراء المستشفيات والطباء والاستشاريين والاختصاصين وصولا إلى وزير الصحة ومجلس الاستشار وباستمرار التشاور مستمر إصلاح السياسات والأخطاء هنا وهناك مستمر ولكن نؤكد مرة أخرى أنه مجلس الوزراء أكد ثقته في السيد وزير الصحة وهو ماضي في أداء مهامه ده كل ما بيننا أنه نحن مفتوحين جدا للاستماع للملاحظات والنقد حتى من شركائنا في الحكم باعتبار أنه نحن هدفنا واحد ونعتقد أننا نعمل في خدمة الشعب السوداني وغضاياه وأي نقد يوجه بحسن النية هو محل اعتبار ومحل تقدير ومحل احترام السلام عليكم ورحمة الله